الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله في كتاب الكريم للأولين والآخرين فقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولأجل هذه الغاية العظيمة شرع لنا هذا الصيام قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن الحكمة من شرعية الصوم بلوغ تقوى الله تبارك وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور وهكذا مما يجب علينا أن نتعلم لا سيما لمن أراد أن يحافظ على هذا الصيام إذ الصيام ينبني على ركنين اثنين النية الإمساك مع النية أي نية التعبد فكان لزاما على كل مسلم حافظ على صيامه أن يتعلم ما هي المفطرات أي مفسدات الصوم وفي هذه الختبة ألخصها بإذن الله تبارك وتعالى فأولا الأكل وشرب عمدا لقول الله تبارك وتعالى وكلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أطموا الصيام إلى الليل وفي الحديث القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ولا خلف في ذلك ويدخل في هذا الإبر المغذية أما من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه فليطم صومه كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا التقي عمدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيه فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي روى أبو داود وصحة العلامة الألباني وهكذا من تعمد سببه بإدخال أسبوعه في حلقه أو النظر إلى المكروه أو شم رائحة كريهة ثم قاء كل ذلك من المفطرات ثالثا خروج دم النساء خروج دم الحيض والنفاس لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولو خرج بلحظات قليلة قبل المغرب أفترت المرأة وعليها القضاء أما لو أحست بحركات الدم في بطنها قبل المغرب ولم يخرج الدم ولم يخرج الدم إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح فصومها صحيح فالعبر بخروج الدم ولو تهرت الحائض في أثناء النهار لا يجب عليها الإمساك لغروب الشمس لكن يلزمها القضاء فقط على الصحيح ومن مفطرات الصيام الردة أعاذنا الله وإياكم منها لقول الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقوله ولو الشراك لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم بعد ذلك العزم والجزم بالفطر حالا أي أن ينوي قطع الصيام بنية بقلبه هذا من مفطرات الصيام إذ من شروط صحة الصيام النية بخلف الذي نوى الفطر في المستقبل هذا لا يضره هذا لا يضره إلا إذا تناول ما يفطره ومن المفطرات لإحتقان من الدبر على رأي الجمهور على رأي الجمهور وبعضهم يقولون والبعض يقول هذا يفطره إذا صعد إلى الجوف فقط ومن المفطرات بلع النخامة من الفم إلى الجوف لغير المريض ممن يمكنه التحرز منها بدون مشقة أما البساق فلا يفطر أما من كان جاهلا بالحكم هذا لا يدخل في هذا أي لا يفطر إذا بلغها جاهلا ومن المفطرات أيضا تعمد إنزال المن بالاستمناء أو بتكرار النذر أو بتقبيل الزوجة كل ذلك إذا أمن من المفطرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في الحديث القدسي يضع طعامه وشرابه وشهوته ولا شك أن إنزال المني من الشهوة وهذا أعني الاستمناء محرم في نهار رمضان وفي غير رمضان أما من فعل السبب ولم يخرج المني هذا لا يفطره ومن المفطرات الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمل إلا من ثلاث إلا من ثلاث الحديث فمن صام ومات قبل غروب الشمس أفطر وكل ما ذكرت من المفطرات ومن وقع فيها عالما ذاكرا متعمدا قاصدا عليه القضى عليه القضى ومن المفطرات أيضا الجماع الجماع من مفطرات الصيام ومن وقع في ذلك وكان من أهل الوجود ولم يكن من أهل الأعذار عليه القضى عليه القضى مع الكفارة عليه القضى مع الكفارة وهذا خاص بمن فوقع في ذلك في نهار رمضان في شهر رمضان أما من قضى أياما من رمضان من رمضان في غير رمضان لا تلزمه الكفارة وإنما جعلت الكفارة لاحترام للزمان واشترت أهل العلم في تفطير الصائم أن يكون عالما بالحكم ذاكرا وقاصدا أما من أكره على الأكل والشرب وغير ذلك لا يفطر هذا وهكذا من نسي إذا تذكر أمسك وتم صومه وصيامه صحيح وكفارة من وقع على أهله على الترتيب لا على التخيير عتق ورقبه فإن لم يستطيع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطيع فإتعام ستين مسكينا وصلى الله عز وجل أي وفقنا في نهار رمضان وفي لياليه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه أجمعين و بعد شخص خير دعونسوا لدعوة لدعوة سمع وضعه وعندما يستطيع وعندما يستطيع أجمعين وضعه وعندما يستطيع وضعه ومع أي وضعه دعونا تعالى وما هذا يجب مرهابا الله لكن المناسبه ليس كيف ألعب بيكيرة لك تومي يشارط أو يضبع على ايديه فائدة يجب أن نتعه ليعيد اتركت في هذا الجد يسادت ذلك التخطيط 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 يننصد أيضًا يدفع يسادت لسيطات والكلبي اشتركوا في القناة 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 وحدة تقديد أطولها من الملجأة ومن الملجأة كذلك ومن الملجأة ترجمة من الملجأة من الملجأة ومن الملجأة وينترون إلى الملجأة كذلك ايضاً بإمكانت يجب أن تقديد أطولها ومساعدت يعد أفاقته العمر وعنوا عادية السيئة في الانتقارات تجاهل يحفظن افاوليية السيئة إنسان لا نسعره وانتظاره وقعه كان تواني بطريقة ن gros يسمون بالكبات الأفاظ وهم أنّ شده هل تجاهل دعوية في هذا الموقع سيكون سيكون في هذا المعالح لكه سيكون أسجل منها وفي ذلك في هذا الموقع من المسكوين يجب أن يكون لدينا ذلك المسكوينة إنه يكون لدينا المسكورين ويوجد أرمسة الإخارة Et toutes les causes qui peuvent amener A ce résultat Et cette action J'entends par cela la masturbation est interdite Pendant Ramadan et durant toute l'année C'est une chose qu'Allah A interdite dans le Coran Donc de laquelle Nous devons nous éloigner durant Ramadan Et en dehors du mois de Ramadan Quant à celui qui fait les causes Mais dont le liquide ne sort pas Celui-ci aura pris des péchés Mais il n'aura pas annulé son jeûne Mais il n'aura pas annulé Son jeûne Parmi l'adminatif du jeûne il y a également la mort Il y a également la mort En effet la mort peut se présenter à toi Alors que tu es en état de jeûne Mais sache que si tu décèdes avant le marrib Ce jeûne sera annulé Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous dit lorsque le fils d'Adam décède Toutes ses actions s'arrêtent Toutes ses actions s'arrêtent Sauf trois parmi elles Donc celui qui décède durant la journée du mois de Ramadan Aura annulé Son jeûne Parmi les choses qui annulent le jeûne de la personne Le fait d'avoir des rapports avec son épouse Ou le fait d'avoir des rapports avec une femme de manière générale Celui qui a des rapports Même s'il ne finit pas Aura annulé son jeûne Et il sera tombé dans le plus grand des annulatifs du jeûne Car il devra en plus de se repentir Rattraper ce jour Et en plus de cela Il y a une expiation Comme cela nous est cité dans le hadith d'Abu Reira Dans lequel un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et lui a dit au messager d'Allah Je me vois anéanti Et il lui a dit pourquoi cela Et il lui a dit j'ai eu des rapports avec mon épouse Durant la journée de Ramadan Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui a cité les expiations En lui disant affranchi un esclave Affranchi un esclave Alors l'homme a dit je n'ai pas la capacité Car il était pauvre Il lui a donc dit jeûne deux mois consécutifs Il lui a dit je n'ai pas la capacité de faire cela Il lui a donc dit nourris soixante pauvres Il lui a dit également je n'ai pas la capacité de faire cela Donc voici les trois expiations Dans l'ordre Pour celui qui a eu un rapport Avec son épouse dans la journée de Ramadan Et cela sous condition La première Que cette personne se voit dans l'obligation De jeûner le mois de Ramadan Donc s'il est en voyage Il n'a pas l'obligation de jeûner le mois de Ramadan Il a donc le droit d'avoir des rapports avec son épouse La deuxième condition C'est qu'il n'ait pas d'excuses C'est qu'il n'ait pas d'excuses Comme le malade Qui peut rompre son jeûne Et la troisième chose C'est le fait que cela ait lieu Durant le mois de Ramadan Car cette expiation a été mise A titre de respect Envers la noblesse de ce mois Donc celui qui rattrape des jours de Ramadan Dans l'année Donc dans un autre mois que le mois de Ramadan Puis tombe dans cela N'aura pas l'expiation A faire Et une remarque importante Concernant les annulatifs du jeûne C'est de savoir Que celui Qui est tombé dans un des annulatifs Par ignorance C'est à dire qu'il ne savait pas Par exemple Que le fait de se faire vomir Annulait le jeûne de la personne Ben celui-ci n'annule pas son jeûne Car il est ignorant Celui qui est ignorant de l'annulatif Et tombe dedans N'aura pas annulé son jeûne Et doit poursuivre son jeûne Deuxièmement Celui qui tombe dans un des annulatifs Par oubli Également n'aura pas annulé son jeûne Celui qui mange Par oubli par exemple N'aura pas annulé son jeûne Il doit le poursuivre Et troisièmement Pour annuler son jeûne Il faut faire cette action volontairement Donc celui qui est contraint De faire une action N'aura pas annulé son jeûne Celui qui par exemple Pendant qu'il dormait On lui a jeté de l'eau Et cette eau est rentrée Dans sa bouche Ou bien celui Qu'on a menacé Et a été donc contraint De boire ou de manger Car il a eu peur pour sa vie Tous ces gens là N'auront pas annulé son jeûne Et je demande Allah De nous accorder la piété Durant ce mois Et durant les autres mois De l'année De nous permettre de l'adorer Comme il lui plaît Subhanahu wa ta'ala Wa salli allahumma barik Ana nabina muhammadin Wa ala li wa sahbihi ajma'in Allahumma affiqna للصيام Allahumma affiqna للصيام Wa affiqna للقيام Ya rabbal alameen Wa salli allahumma barik Ana nabina muhammadin Wa ala li wa sahbihi ajma'in Subhanaka allahumma Bi hamdika Shadu wa la ilah Inla anta Astaghfiruka Wa atubu ilayk Wa akimis salam Sous-titrage Société Radio-Canada